إلى العراق الآن حيث تتسارع اللقاءات والاتصالات على خط تشكيل حكومة هناك وسط استمرار الخلافات بين الأفريقاء المعنيين في هذا الإطار تأتي زيارة قائد فيلك القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني وفق مصادر سياسية عراقية المصادر أكدت أن قآني حاول خلال زيارته إلى محافظة النجف تقريب وجهات النظر داخل البيت الشيعي بين قوى الإطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري مقتضى الصدر وكذلك في إطار لقاءات الأطراف السياسية جاء الاجتماع بين رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني ورئيس تحالف الفتح هادي العامل مع الزميلة شونتال صليبة نستعرض شكل التحالفات في البرلمان العراقي استعدادا لتشكيل الحكومة والإجراءات القانونية والدستورية مساء الخير شونتال تحركات مكثفة في الأيام الأخيرة في محاولة للملمة المشهد السياسي العراقي قبيل الإعلان عن الشخصية المرشحة لتولي منصب رئيس الحكومة وتشكيلة هذه الحكومة المنتظرة ورغم كل هذه الاجتماعات المكوكية مهند لا شيء محسوم حتى الساعة هو منذ إعلان نتائج الانتخابات العراقية وتصديق المحكمة الاتحادية العليا عليها لا يزال المشهد السياسي في العراق يروح مكانه من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة فيما تشتد المنافسة بين القتلة الصدرية والإطار التنسيقي للقوى الشيعية بحسب الدستور العراقي أمام مجلس النواب ثلاثون يوما من الجلسة الأولى الانتخابة رئيس جديدا للبلاد وسيطلب بعد ذلك من القتلة الأكبر في البرلمان تشكيل الحكومة ركز نظام ما بعد عام 2003 في العراق إلى ترتيب غير رسمي لتقاسم السلطة وبموجب هذا النظام فإن منصب رئيس البلاد محجوز للأكراد ومنصب رئاسة الوزراء يذهب للشيعة ومنصب رئيس مجلس النواب لشخصية سنية ويسعى مقتضاء الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال التحالف مع الكتل السنية والكردية وهو ما ترفضه قوى الإطار التنسيقي الشيعي يصر الصدر المتصدر لنتائج انتخابات أكتوبر الماضي على أن تكون الحكومة الجديدة ممثلة من الرابحين أو ممثلة من الرابحين في الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي والتي أفرزت نتائجها تغييرا في موازين القوى الأسيما داخل البيت الشيعي ويدعو في المقابل الإطار التنسيقي الشيعي إلى تشكيل حكومة توفقية يشارك فيها الجميع على غرار الحكومات السابقة هذا وتستمر الضغوط الإقليمية ولسيما من إيران على ملف تشكيل الحكومة في العراق والتحالفات التي ستفضي إلى ذلك ومن هنا جاءت مهند لربما هذه الزيارة التي يجريها قائد فيلق القدس قآني إلى النجف اليوم التي يعول عليها البعض لربما تعيد المشهد العراقي إلى ما كان عليه سابقا أن اليوم في معادلة ما بين الأمن والمحاصصة من جديد لأنه يعتبر البعض أن الأمن في العراق اليوم مرتبط تماما بعودة هذه الحكومة التوافقية المتمسك بها الإطار التنسيقي حتى الساعة هذا طبعا كله ينسف ما يدعو إليه مقتدى الصدر مقتدى الصدر حتى الآن يتمسك في مسألة الحكومة الأغلبية الوطنية بحسب وصفه كيف يمكن التوفيق بين حكومة أغلبية وبين إشراع هذه الأطراف في الإطار التنسيقي معه في الحكومة سأنتظر شونتال لنرى في الأيام القادمة متائش هذه الضغطة دولية صحيح شكرا جزيلا شكرا لك مهند